الخبر الأول اللي عادنا النورستار وردها على النارين بيوتين للمرة الثالثة فالنورستار نزلتها لحسبب اللي انستجرام شوية استوريات وهذه الاستوريات حذفتها ورقم دقيقة تقريبا وليتشانت كاتباب هذه الاستوريات أني الان ما نميت ومحتاج جدواتكم لهذا الشيء الوحيد تقدرون تقدموه لي قلبي مهوم الأسابيع أنا مصدومة بشكل خوف هالمجال ما كنت أعرف انه فيها كمية من الوساخة والحقد والغيرة أول صدمة شفتها هي الخيانة واحدة ناكرة للجميل للصديق إلي مع صديقة تخيلوا هذا الشيء مبس صدمني إلا خلاني أكره كل شيء وأكره الشهرة تخيلوا أنا شفت إنسان مكسور قدامي محطم بول الوقت نفس الخواني يأذون ويجرحون وثاني صدمة بلش يهددون ناس تهددني خلفي الكوانيس وصلت معاهم للتهديد يا رب يا رب يا رب يا رب أمريكا كانت باتتني عن هذول الأشخاص والخصص محتاجة أحضن شخص وأبكي عليه نوضح إنه يكريت مذاقرة لما وصلت للأمارات تقضي هواية أشخاص صارت بيناتهم مشاكل وإنها سيلا عرفت إنه سوشال ميديا هو أقدر مجال ممكن تدخل به وحاليا تتمنى إنه هي ترجع لأمريكا ما صارت أشياء على النار ميوتين هي ناكرة المعروف بالنسبة لموفيز والقدم اللي هي واخر الستوريات لما كنت بأمريكا كانت حياتي عبارة عن قهوتي وأهلي وحياتي بسيطة وشفت هالوجه الوسخ من الشهرة لأني كنت بعيدة عنهم بس والله الشهرة تخوف أو يمكن أنا وقعت بالجزء اللي أخوف منها محتاجة أبعد أروح على مكان بعيد بس عندي تلزامات وعقود وأهل لازم ومسؤوليات أتقول ياريت ترجع لوقتي شوي وأدرس طب وخلاص مع أني أحب التصوير الفيديوهات وهالقصص لكني بس كنت ما رح أشوف هذه القصص وهذا الحقد ولو تخيلته أكثر وآخر شي خدمت إنه احتمال كبير أحذف هذه الاستوريات بعد شوية بس حبيتها فتفضل اللي بداخلي ياريت لو أقدر أقول من هالناس بس للأسف ما أقدروا الأسماء وطبعاً ما يعرف شو المشكلة اللي صارت بين نارين ونورستار يروح يشوف المقاطعة السابقة اللي نزلت وأتوقع أنه هذا أخرت بالنسبة لنورستار أما بالنسبة لنارين بيوت يا حبايب هي بعد ما ردت بعد الاستوريات البكاء اللي نزلتها لكن المتابعين اكتشفوا أنه السيتاب اللي استخدمتها نورستار بالفيديو يمالتها وجه النسل السيتاب اللي استخدمها موفلوكس بالفيديو مالتها يعني هي استعانت بالسيتاب من موفلوكس وهذي يعني نورستار قاعدة تكذب المقاطعة إنه هذا الشي أو هذا السيتاب أنا مجهزتها من زمان وطبعاً ينسي وقت هذي فسر من ليش نارين بيوت يا تشاركوش من هارة بالاستوريات صارت تبشي ما صاري أغلب يعرف ان موفلوكس يمكن هي أكو علاقة حب جانب قديمة بينها وبينها ولكن تهت بسبب من فصال معين فيمكن هي قارت من موضوع إنه موفلوكس هو حبيبها ساعد نورستار بهذا الشي وإنما موضوعه ممتجرد سرقة أفكار كما هي وضحت بالاستوريات فيمكن موضوع خيانه فاكتبونا يا حباي بلكم بتاع شي توقعاتكم هذا الموضوع وتتوقعون إن الدراما انتهت للإنها أو ممكن هاي دراما جاءت مجرد بداية حرب عالمية طبعاً يا حباي بجاد أوفراب اللي هو الناس اللي شاركو إيانا بأغنية التابوت وتنزل على قناة باليوتيوب رحطوكم رابط بالوصف برومو الأغنية النار مجهزي لكم إياها هذه الأغنية حباي برح تكون مستوها أعلى من كل أغاني اللي سمعتوها وشي كلش رهيب رحطوكم الرابط بالوصف أردتكم الكل يدخل على الرابط ويفجرها من طرف المملكة وفرجيهم جيش مملكة القصص وبس والله حباي بلنا نصنع على المقطع في المقطع جاوكم لسيحطوا لاكس لكو بقناة شرف وفيزي مقاطف المملكة القصص وبس مع السلامة